اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلم الكامل الإسلام بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم متى يكمل إسلام المسلم فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم أي المسلم الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه أي لا يؤذي مسلماً بلسانه فلا يغتاب مسلماً ولا يسب مسلماً ولا يؤذي مسلماً بلسانه وهذا اللسان أيها الأحباب الكرام آلة تتحرك بسرعة ولا تتعب فقد ينطلق اللسان فيقول كلمات ثم يندم عليها بعد ذلك فلابد للإنسان أن يضع للسانه قوانين يضبطه بها متى يتكلم ومتى يسكت وإلا لو أطلق لسانه في كل شيء لأورده المهالك فما هو القانون الذي يجب أن يضبط الإنسان لسانه به بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القانون فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت إذن متى ينطق إذا كان سينطق بخير متى يصمت إذا لم يجد نفسه سينطق بخير فليقل خيراً أو ليصمت مثلاً التقيت مع صاحبك تريد أن تقول له أين كنت هذا سؤال مباح ليس حراماً لكن هل سيعود عليك بالخير هل ستكتسب من ورائه حسنت لا إذن سكت السكت أولى لأن هذه الكلمة ستكتب في صحيفتك وستسأل عنها أمام الله ماذا أردت بقولك أين كنت فلو لم تقولها ارتحت من مؤنة السؤال تقول لصاحبك نفسك تحدثك أن تقول لصاحبك أنت صائم اليوم هذا سؤال مباح لكن هل أنت ستكسب من ورائه حسنة لا إلا إذا أردت أن تتبع ذلك بحثه على الصيام وذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك هذه أسئلة دنيوية بحتة ذكرتها على سبيل المثال فما بالك من ذكرك هل رأيت فلانا سألك عن فلان كيف فلان لا تقول له مهمل في صلاة الفجر لأنك لو قلت ذلك دخلت في المعصية هو فعلا مهمل في صلاة الفجر لكنك لو قلت ذلك فقد اغتبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صاحب مسلم أتضرون ما الغيب قالوا الله ورسوله أعلى قال ذكرك أخاك بما يكره قال رجل يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته إذن حتى الصفة التي هي في أخيك وهو يكره أن تذكر أمام الناس لا تذكره وإلا فقد اغتبته وهكذا إذن قانون اللسان النطق عند الخير الذي تكتسب به حسنة في الدنيا أو الآخرة يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي للعاقل أن يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها فإن وجد فيها مصلحة دينية أو دنيوية تكلم وإلا سكت ففي السكوت السلامة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يدك هذه لا تبطش بها في معصية الله لا تؤذي بها مسلما لا تكتب بها شكوى ظلما وعدوانا في فلان لا تصافح امرأة أجنبية منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الروياني وحسنه الألباني وإنما تصافح ذوات المحارم تصافح خالتك وعمتك ابنة أخيك ابنة أختك وهكذا إذن لا تبطش بيدك بطشا تؤذي به مسلما أو تعصي به ربك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر لأن بعض ناس يقول يا ليتني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأترك بيتي وأرضي ومالي وأهاجر من مكة إلى المدينة أهاجر إلى الله ورسوله لأحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل ها هي الهجرة ما زالت مفتوحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لو أنك هجرت الغيبة فأنت مهاجر هجرت الخمر فأنت مهاجر هجرت العقوق والقطيعة فأنت مهاجر هجرت معصية الله فأنت مهاجر هذه الهجرة الأولى أن تهجر المعاصي وتتركها الهجرة الثانية هجرة القلب إلى الله والقلب الذي يهاجر إلى الله هو قلب المحب والمحب يريد أن يتقرب من محبوبه فالعبد إذا أراد أن يتقرب من الله جل وعلا فعلى الطاعات التي يحبها الله فإذا بقلبه يهاجر إلى الله فتره مع الناس بجسده ومع الله بقلبه كيف تتقرب إلى الله أروا البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن أكثر من نوافل الصلاة ونوافل الصيان ونوافل الصدق ونوافل الحج ونوافل عمرة وغيرها من النوافل يحبك الله هاجر بقلبك إلى الله والعبد إذا أكثر من ذكر الله تعلق قلبه بالله جل وعلا وخطى إليه قطوات فأنت ما دمت ذاكرا لله عز وجل فأنت تمشي إلى الله تبارك وتعالى وأنت تهاجر بقلبك إلى الله جل وعلا بل وتكون مع الله تمرى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أي إذا ذكرت الله فالله تبارك وتعالى معك أيها المسلمون الفضلاء اعلموا أن العبد المؤمن مهاجر إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا حتى يصل إلى رضوان الله ثم يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى رزقني الله وإياكم الجنة ونجاني الله وإياكم من النار آمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر